حياكم الله مجددا في الدرس الثاني والأخير من الوحدة الخامسة عناصر هذه المحاضرة التالي مفهوم قاعدة البيانات تركيبات قواعد البيانات مكونات قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات نستطيع تعريف قاعدة البيانات بأنها مجموعة من البيانات المرتبطة مع بعضها البعض والمخزنة والمنظمة بأسلوب يسمح باستخلاص المعلومات التي نحتاجها بسهولة وكذلك نستطيع تعريفها بأنها مجموعة من العناصر المنطقية المترابطة مع بعضها البعض بعلاقات رياضية تتكون قاعدة البيانات من جداول أو مجموعة جداول الجدول يتكون من سجل record أو مجموعة سجلات وكذلك يتكون السجل من حقل field أو أكثر من حقل كما نشاهد لدينا قاعدة البيانات لدينا مجموعة من الجداول لدينا مجموعة من السجلات وفي كل سجل يوجد مجموعة من الحقول مثال لدينا سجل خاص بموظف معين في شركة يتكون من عدد من الحقول مثل رقم موظف اسم هذا الموظف درجة تاريخ تعيينه راتبة القسمة التابعة له وغيرها من المعلومات هنا نسأل لماذا نهتم بقواعد البيانات نهتم بقواعد البيانات بهدف التعامل وإدارة حجم كبير من البيانات من قبل مجموعة كبيرة من المستخدمين بسهولة ومرونة كما ذكرنا سابقا قاعدة البيانات تتألف مجموعة من الجداول المجموعة الجداول تتألف مجموعة من السجلات والحقول في حين نظام إدارة قواعد البيانات أو الـ Database Management System هو عبارة عن مجموعة من البرامج التي تدير وتوفر الاتصال لمجموعة من البيانات كما نشاهد لدينا قاعدة البيانات إن شاءناها نحتاج إلى برامج أو مجموعة برامج تدير هذه القاعدة البيانات ولدينا مستخدم يستخدم هذه القاعدة نستطيع إضاح قاعدة البيانات بأنها برامج تسمح بعملية استرجاع البيانات والتعديل عليها وحذفها والقيام بكل العمليات المرتبطة بقاعدة البيانات وكذلك التعامل مع المستخدمين لدينا أمثلة لقواعد البيانات أو إدارة قواعد البيانات من الأمثلة عليها قواعد البيانات Access من شركة Microsoft وكذلك قواعد بيانات Oracle من شركة Oracle Sun هنا نلخص ما تعلمناه في الوحدة الخامسة تحدثنا في البداية عن نظمة التشغيل تعريفها تصنيفاتها بنية نظم التشغيل مهام نظم التشغيل تحدثنا في هذا الدرس عن قواعد البيانات مفهوم قواعد البيانات مكونات قاعد البيانات وتحدثنا عن أنظمة إدارة القواعد البيانات شكرا لكم ولمتابعتكم في الوحدة الخامسة وألتقيكم قريبا في الوحدة السادسة والأخيرة ترجمة نانسي قنقر